ما هو برنامج المرأة المسلمة في رمضان حتى تعبد ربها وتقدم أهل بيتها نقول إن برنامج المرأة المسلمة هو برنامج الرجل لكن المرأة المسلمة تزيد بعبادة وهي أن المرأة إذا اجتهدت في خدمة زوجها وأهل بيتها وأعدت لهم الطعام الذي يكفيهم فإنها في عبادة لله عز وجل إذا احتسبت ذلك عند الله فهذا فيه أجر لها وفيه تكتير لأسناتها وينبغي للمرأة المسلمة إذا كانت تعد الطعام أن تشغل مسانها بذكر الله فتطبق وهي تشبع وتطبق وهي تهلل وتطبق وهي تذكر ولها في ذلك أجر عظيم ولن يطرفها إعزاد الطعام عن عبادة ربها سبحانه في لحال رمضان تهنيئا للمرأة المسلمة التي تقدم زوجها وأهل بيتها وهي تحتسب الأجر من الله عز وجل ومع ذلك لا تغفل عن ذكر الله وتقوم بما تستطيع من العبادات في نهار رمضان فإنها قد فازت فوزا عظيما أسأل الله لأسمائه الحسنى وقباده الأولى أن ينير بطائر المسلمين جميعا وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتارعين إلى الخيرات المتسابقين إلى الجنات بارك الله لي ولكم في كل الأوقات والله أعلم وكلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة